ننظمت وزارة التعليم المنتدى الأول لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم ويهدف المنتدى إلى إشعار أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين وأقاربهم ببطولة أبائهم وشجاعتهم ومكانتهم العالية والغالية عند حكومة خادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة العربية السعودية وبأنهم مصدر اعتزاز للجميع أخري وتقديري لزملائي جميعا الذين يعملون في هذا المجال وفي هذه الفكرة لتجسيدها وانطلاقها بشكل جيد في كل مناطق المملكة فأنا أقدر لهم جميعا هذا الدور وأقدر كذلك للزملاء في تعليم الرياض أعمالهم الجليلة التي يقومون بها وكذلك في مناطق المملكة عموما الوفاء واصلهم وعليهم أن يكونوا أوفياء دائما في أعمالهم لكل من قدم خدمة لهذا الوطن لأن رائدنا ومليكنا هو ملك الوفاء والذي يعمل دائما في هذا المجال وسموه لعهد الأمين حفظ الله الجميع وحفظ الوطن أبناء الشهداء الواجب يحتاجون للرعاية وفقدان والدهم الذي قضى في مدين البطولة لحماية هذا الوطن والدفاع عنه لا شك أن نتعامل معه ومع شهداء الواجب على أن أبناءهم هذا الأمان في أعناقنا وعلى كل من له قدرة أن يدعم ويساند ويعتني بمثل هذه الفئة اعتلت منصة المنتدى أوبوريت تنوع بين الإنشاد والتمثيل حيث جسدت بعض القصص البطولية في الحد الجنوبي وفي ميادين البطولة والشرف أحمد الثنيان الإخبارية الرياض